عبت الحكومة الفنزولية امتيازات البث من 34 محطة اذاعية وتلفزيونية محذرة في الوقت نفسها 200 محطة اخرى من ان امتيازاتها مهددة بالسحب وفور صدور القرار احتشد المئات في مقرات المحطات تعبيرا عن احتجاجهم وانتقدوا ما وصفوه بالديكتاتورية الاعلامية التي تمارسها السلطات الفنزولية واعتبر اصحاب المحطات التي شميل القرار ان تصرف الحكومة يمثل توجها لفرض سيطرتها على وسائل الاعلام في البلاد